وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي مادة الفلسفة تم الاستعانة بنوطة الأستاذ عبدالقادر الصالح في الحل تقدمت مبادرة الضوء بصوت المتطوعة ولاء أسعد يغطي هذا التسجيل الدرس الثالث من الوحدة السادسة وهو بعنوان النزع الأخلاقية عند عادل العوة من الصفحة 154 حتى نهاية الصفحة 160 النزع الأخلاقية عند عادل العوة قضية للمناقشة يقول لامونيين في الأخلاق الأخلاق نبتة جذورها في السماء وأزهارها وثمارها تعطر الأرض ماذا يقصد لامونيين من ذلك؟ ما هو مصدر أفعالي الأخلاقية؟ هل ينافي الإنزام الأخلاقي الحرية؟ أبرر إجابتي أولاً مفهوم القيمة الأخلاقية سعى الباحثون اليوم إلى تطوير دلالة البحث الأخلاقي بالتركيز على الجانب القيمي وتجاوز النظرة المدرسية التي تقول أن الأخلاق هي علم الخير إلى نظرة جديدة ترى أن الأخلاق هي علم القيم أو أنها فلسفة القيم تعد القيمة الأخلاقية مشكلة فلسفية تتناول المبادئ المثالية والقواعد أو الغايات الإنسانية الموجهة للسلوك فالأخلاق هي علم القيم والقيمة الأخلاقية تجذبنا وتلزمنا دون أن ترغمنا أو تجبرنا لأنها لا تنفي الحرية بل تفترضها والأخلاق نشاط عملي يسعى لتحقيق النمط الإنساني الأمثل وترجيح مهوم السحسن في السلوك البشري أبحث أقدم من خلال دراسة السابقة تعريفاً للقيمة الأخلاقية وأدعم إجابتي بالأمثلة ثانياً العلاقة بين الأخلاق النظرية والأخلاق العملية تنقسم دراسة البحث الأخلاقي عند العوى إلى مجالين المجال الأول هو الأخلاق النظرية وتنطلق من قاعدة تميز الإنسان عن الحيوان بتطلعات قيمية تجعله يطلق قيماً على أفعاله وأعماله ومقاصده ومن شأن الباحث الأخلاقي أن يتحرى أحكام القيمة الأخلاقية وما يصدر عنها من أوامر ونواه أو خير وشر فالأخلاق النظرية تتعنى بالتبيان المبدأ العام الأساسي الذي تصدر عنه الالتزامات أو الواجبات الخاصة أو الجزئية وهذه الأخلاق تفسيرية ومنهجية تسعى إلى إضاح أسباب مختلف الواجبات وتحاول وضعها في نسق أو مذهب تصدر فيه الواجبات الجزئية عن مبدأ أو معيار عام يكون أساس الصرح الأخلاقي كله وهنا نجد أنفسنا أمام ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول هو الاتجاه التجريبي يرى أن تحديد القيم الأخلاقية والخير يتبع التجربة مثل الحياة الاجتماعية الثاني هو الاتجاه العقلي يرى أن الإنسان يولد مزودا بقدرة على معرفة الخير لأنه مزود بالعقل والعقل هو ملكة الحكم على الخير والشر الاتجاه الثالث تعاليه بول فولكي أسمعه المذهب العقلي الاختباري يرى أن الإنسان يقوم بتجربة حقيقية يحدد فيها الخير والشر ولكن هذه التجربة بالأصل هي تجربة عقلية التحاور التحاور مع زملائي هل الأخلاق عقلية فطرية أم تجربية مكتسبة؟ المجال الثاني عند العوة هو الأخلاق العملية وتسمى الجزئية أو التطبيقية تسعى لتحديد الوسائل التي تتحقق بها الغاية المنشودة للأخلاق العامة فتوضح الواجبات وعندها نص الأولى ما يسمى الأخلاق الفردية التي لا تعني فردا بذاته بل المقصود ما هو صالح لكل إنسان فالأخلاق العملية تتعنى بالبحث عن حلول لمسائل عملية تطرحها الحياة الراهنة فهي لا تسعى إلى معرفة الخير وحسب بل ترمي إلى تبيان سبل تحقيقه في الواقع والأخلاق الخاصة تنطلق من معرفة تجربية ولا بد من الانتباه إلى أن الباحث الأخلاقي العملي يجد نفسه حيال وقاع أخلاقية تسبق نعمله النظري وتأملاته الفكرية وتجرب عليه أن ينطلق من تجربته الأخلاقية بالواقع ليصل للوعي الفلسفي التحاور الأخلاق يجب أن تكون نابعة من الإنسان نفسه فعلى كل فرد أن يبني عالمه الأخلاقي الخاص الذي لا يتمد على العقل وحده إنما يمثل الإنسان بكل نقائصه هل يمكن للوعي الإخلاقي أن يسبق التجربة الأخلاقية؟ أبرر إجابتي ثالثاً المسؤولية الأخلاقية المسؤولية هي أن يتوافق نشاط الشخصية الأخلاقي مع أداء واجبها بما يتناسب مع قدرات الفرد وأمكاناته وأن المسؤولية الأخلاقية تحلنا داخلياً إلى محكمة الوجدان وتتناول أفعالنا الإرادية الباطنية والخارجية فنحن مسؤولون عن أفعالنا مسؤولية مدنية ومسؤولية أخلاقية المسؤولية المدنية تكون نتيجة عن أفعالنا الخارجية ولا تتناول إلا الأفعال التي يمنعها القانون مثلاً مسؤوليتنا عن عدم وضع حزام الأمان أما المسؤولية الأخلاقية فتكون صادرة عن أفكارنا ونواينا لما أساعد الآخرين مثلاً؟ أضف إلى أن المسؤولية الأخلاقية لا يحدها حد ومن الممكن أن نكون مسؤولين مدنياً بدون أن نكون مسؤولين أخلاقياً مثال ذلك ملك السيارة مسؤول عن الأضرار الناجمة عن سيارته حتى لو وقع الحادث بدون أي إهمال ينسب إليه شروط مسؤولية الفرد عن أفعاله خمسة وهي أولا أن يكون إنسانا لأن الحيوانات والنباتات والجمادات غير مسؤولة عما تتسبب به من أحداث ثانيا أن يكون حيا لأن المسؤولية الجنائية مثلا تسقط بموت المتهم ثالثا أن يكون عاقلا فالمجنون غير مسؤولين جنائيا عما يرتكبه من أفعال رابعا أن يبلغ سن معينة وبعضهم يحددها بسن البلوغ خامسا أن يكون فردا شخصا فالمسؤولية الجنائية لا تقع على هيئة مثل الأسرة بل يعاقب فردا في الأسرة لجرم ارتكبه أفكر أعطي مثالا يوضح المسؤولية المدنية وآخر يوضح المسؤولية الأخلاقية رابعا الوجدان هو قوة بطنية تقوم بوظيفة المراقب التي ينظر إلى ما يجري في نفوسنا فتبين مواطن الضعف والقوة فينا الوجدان ملكة تنطوي على مبادئ عقلية وغير عقلية توجه سلوكنا هذا النشاط أشبه بروح وهذه الروح هي الأخلاق الحقيقية التي لا تكترث لإخلاق الواقع التي تعتمد على النظر والاستدلال الوجدان قد يكون صوت الطبيعة لكنه ليس معصوما عن الخطأ ومع ذلك يمثل الحاكم الذي بيده القول الفصل وكأنه المرجع الأخير الذي يجب الخضوع لأوامره والتقييد بأحكامه التحاور الرجل الذي وجد مالا في الطريق ودارا في داخله الصراع أيدس المال في جيبه أم يعلن عنه لعل صاحب المال قريب؟ ما زبب هذا الصراع في رأيه؟ خامسا الواجب الواجب بالمعنى المجرد هو الإنزام الأخلاقي من حيث ذاته بصرف النظر عن الفعل يرى العوى أن الواجب مفهوم أخلاقي صارم يخلص من امتزاج الخير والشري في الواقع إلى ترجيح إرادة الخير إنه كفاح مرغوب به والبحث عن أصل الواجب يجد اتجاهين أساسيين الاتجاه الأول هو الاتجاه التجريبي الذي يرى أن الواجب أو الشعور بالإلزام صادر عن نوع من الاهتمام الحسي قائم على تصعيد الخوف إذ أن الواجب هنا يعني تنظيم سلوك الإنسان تحاشيا لأنواع العقوبة بمعنى آخر إن الإنسان الخلوق يشعر بنفور غريزي من الأفعال المصحوبة بالعقوبة لكن ملاحظة أن الجزاء لا يكفي للقيام بالواجب الاتجاه الثاني هو الاتجاه العقلي إن شعور الإلزام أو الواجب هو حصيلة تصور نظام عقلي أو مثالي يبدو تحقيقه أمرا ضروريا للحفاظ على كيان الإنسان لأنه ينسجم مع جوهر الإنسان العاقل أما فعل العكس فهو تنكر لذاته الإنسانية منحطاط إلى مرتبة الغريزة فالواجب الأخلاقي يستمد من منبعي التجربة والفكر أو التجربتين الداخلية والخارجية التحاور لماذا يعتبر الذي يلتزم بإشارة المرور دائما أفضل من الذي يلتزم بها فقط في حال وجود شرطي المرور أقارن أيهما أقوى تأثيرا القيام بالواجب لقناعة عقلية أم القيام به خوفا من العقاب سادسا قيمة فلسفة العوة بدل جهودا لإقامة علم مستقل للأخلاق والتزم الروح الموضوعية في نقل أفكار المدارس والاتجاهات الفلسفية المختلفة وأرأي أصحابها دون تعصب وانتقد أولئك الذين يدعون إلى إقامة علم للأخلاق مستقل عن الفلسفة على غرار علم النفس وعلم الاجتماع وقدم نظرية كاملة في الأخلاق على جد مختلف المعاني الإخلاقية ولم يكتفي بعرض أراء الفلسفة وأفكارهم بل أسبغ عليها من روحي وفكره وقارب بين الجانب النظري والعملي في الأخلاق وسعى إلى محو الفارق الزائف المصنع بينهما لذلك نستطيع أن نسمي النظرية التي قدمها بنظرية التجربة الأخلاقية انتهى الدرس ننتقل الآن إلى حل التمارين أولا أضع كلمة الصح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة يرى أصحاب النظرة المدرسية أن الأخلاق هي علم القيم وأنها فلسفة القيم العبارة الصحيحة الأخلاق النظرية تسعى إلى تبيان المبدأ العام الأساسي الذي تصدر عنه الالتزامات العبارة الصحيحة ثانيا أضع الكلمة المناسبة في الفراغ بحيث يستقيم المعنى في الاتجاه التجريبي الواجب أو الشعور بالإلزام صادرا عن نوع من الاهتمام الحسي قائم على الكلمة المفقودة هي تصعيد الخوف المسؤولية الأخلاقية تحلنا داخليا إلى محكمة الكلمة المفقودة هي الوجدان المسؤولية الأخلاقية تحلنا داخليا إلى محكمة الوجدان وتتناول أفعالنا الإرادية الكلمة المفقودة هي البطنية والخارجية فتصبح العبارة المسؤولية الأخلاقية تحلنا داخليا إلى محكمة الوجدان وتتناول أفعالنا الإرادية البطنية والخارجية ثالثا أجب عن الأسئلة التالية سؤال الأول القيمة الأخلاقية لا تنفي الحرية أعلى ذلك الجواب لأنها تفترضها وتجذبنا وتلزمنا دون أن ترغمنا السؤال الثاني هل يكفي ارتباط الواجب بالجزاء لاعتباره أخلاقيا؟ فسر ذلك الجواب إن الإنسان الخلوق يشعر بنفور غريزيا من الإفعال المسحوبة بالعقوبة لكن الملاحظة أن الجزاء لا يكفي للقيام بالواجب السؤال الثالث أبين الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الأخلاقية من خلال الأمثرة الجواب المسؤولية المدنية تكون ناتجة عن أفعالنا الخارجية ولا تتناول إلا الأفعال التي يمنعها القانون مثل وضع حزام الأمان المسؤولية الأخلاقية تكون صادرة عن أفعالنا ونوايانا مثل عدم مساعدتنا للآخرين رابعا اقرأ النص الآتي ثم اجيب عن الأسئلة النص يقول عادل العوة القيمة الأخلاقية قيمة الخير إنها قيمة فعل الخير وقد اختلف الباحثون منذ القدم وما زالوا يختلفون حول تحديد معنى الخير فمنهم من أراد الخير سعادة والسعادة لذة حسية ومعنوية ومنهم من أراد اعتبار الخير فضيلة فضيلة شجاعة أو عدل أو أحسان ومنهم من أراد أن يكون الخير صدقا أو منفع إلى آخره السؤال الأول ضع عنوانا للنص السابق الجواب مفهوم قيمة الأخلاقية عند العوة السؤال الثاني سنتج الأفكار الرئيسية للنص الجواب القيمة الأخلاقية هي قيمة الخير ثانيا اختلف الباحثون حول تحديد معنى الخير السؤال الثالث دافع عن الأطروحة التي تقول القيمة الأخلاقية قيمة الخير في أفعال وعمل إنسانية الجواب الخير هو أن يجد كل إنسان كمالاته اللائقة به ومفهوم الخير هو الأساس الذي تبنى عليه مفاهيم الأخلاق لأنه القياس الذي نحكم به على أفعالنا فالخير المطلق هو الذي يكون مرغوبا من كل إنسان والخير النسبي هو ما يكون خيرا عند بعضهم وشرا عند بعضهم الآخر السؤال الرابع أركب مقطعا فكريا بما لا يتجاوز ثلاثة أسر أبين من خلاله مكانة القيمة الأخلاقية في فلسفة عادل العوة الجواب الجواب يعرف العوة القيمة بأنها كل ما له شأ في التصور وفي الفعل لدى الأفراد والجماعات وكلمة شأ تعني القيمة ولقد قارب العوة بين الجانب النظري والعملي للأخلاق ولقد اعتبر أن القيمة الأخلاقية تجذبنا دون أن ترغمنا وهي لا تنفي الحرية فهي تصدر عن عقل واع وليس عن غريزة ولقد حدد القيمة الأخلاقية بقيمة الخير أي قيمة فعل الخير الموضوع اكتب في الموضوع التالي اختلف الباحثون في مجال فسفة الأخلاق حول مصدر الإلزام الأخلاقي قدم رؤية بين فيها مصدر الإلزام الأخلاقي الجواب المقدمة الإلزام هو الشعور الباطني الذي يلزمنا بالقيام بالعمل ويجتناب عمل آخر وهو ما ندعوه الشعور بالواجب أو التكليف أو الإلزام الخلقي الصلب الواجب والاتجاهات التي تحدده الخاتمة والرأي الشخصي يتضح لنا مما سبق أن الإلزام الخلقي لا يفرضه العقل ولا يصدر عن الضمير إنما ينشأ من الحياة الاجتماعية للبشر والشعور بالإلزام هو وليد الطبط الذي تمارسه الجماعة على الفرد انتهت التمارين انتهت تسجيل اشتركوا في القناة